وزارة تربية الوطنية تقرر إعادة بعث مشروع إصلاح البكالوريا وعرضه على الحكومة من جديد شهر سبتمبر المقبل بنسخة جديدة تضمنت تعديلات طفيفة أهمها الاحتفاظ بمواد الهوية الوطنية التي أحدثت ذجة كبيرة بين الأسرة التربوية في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريط إذ سيتم الاحتفاظ بها وإعادة إدراجها مجددا ويتعلق الأمر بمادتي التربية الإسلامية والتاريخ إضافة إلى مادة اللغة العربية كما قررت مصالح وزارة تربية تقديم موعد إجراء امتحان البكالوريا وبرمجتها خلال الأسبوع الأول من شهر جوان من كل سنة فيما تقرر تراجع عن المشروع السابق الخاص ببكالوريا الأحرار وذلك بتقليص مرات إعادة امتحان البكالوريا وتحديدها بمرتين فقط وبنسبة للنقاط التي تم الإبقاء عليها فيتعلق الأمر بإدراج بكالوريا على مرحلتين حيث يجتز الممتحنون البكالوريا الأولى في السنة الثانية ثانوية في بعض المواد الثانوية على أن تبرمج البكالوريا الثانية والأخيرة في السنة الثالثة ثانوية من خلال اختباره في المواد الأساسية للشعب ما سيترتب عنه تقليص عدد البكالوريا من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام ونصف في كل مرة يعاد الحديث عن ملف إصلاح البكالوريا بعدما تم رفضه وتجميده في عهد الوزيرة السابقة بنغبريطة سنة 2016 فهل سيتم غلق ملف البكالوريا هذه المرة بصفة نهائية